يا دب سيليس يا طيوبة وصلنا للتسعة وواحدة وعشرين دقيقة من ساعتنا الثلاثة في برايم تايم اليوم أهلا وسهلا ومبرحبا بكم من جديد مستمعينا مواصلين في متابعة الأخبار بالقراءة والتعليق نبدأ بالخبر إقالة 42 معتمد في عديد من الولايات بقرار من وزير الداخلية والقرار الذي يصدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية قرار من وزير الداخلية توفيق شرف الدين يقضي بإنهاء تكليف 42 معتمد بالعديد من الولايات منها تونس ليانا باجا جندوبة نابل سوسا منوبة بن زرط وبن عروس وكيف كيف زادا تم قبول استقالة ثلاثة معتمدين بكل من حاجب العيون وعين جلولة ومنزل بوزيان اليوم في جريدة المغرب ترقت لهذا الخبر في مقال في لدي توب للمغرب اليوم في محاولة للسيطرة على الجهات أيام قبل موعيد انتخابية بعض القيادات الأمنية والولات وزير الداخلية ينهي مهام أكثر من 40 معتمد هل هي حركة في إطار حركة عادية سوفيان ولا كما ما يتحكي عليها اليوم ربما تمهيدا للاستحققات الانتخابية القادمة وبناء على ولاقات لأنه صرت فيها جدا والله يبان الحق ما نعلمش بالضبط شنية الاعتبارات واللي اعتمدها السيد وزير الداخلية حاولت نشوف قائمة الأسباب ونفهم هو الأكيد وأنه المعتمدين في فترة ما والله هما والعمد حتى الولات يتخذوا على أساس قوائم حزبية والمثلا والله تخطير نتذكروا التسريبات مثال نتاع سوفيان توبيل وقت يقول الواحد أجيب جيب أوراكك عينيك مع تمد وغيره على أساس أنه هو من حزب حاكم وقتها وغيره وإلا الحالتها متعصي حافظ قائد السبسي وقت اللي الحالت هي فلسوفي في منطقة وهو يستاد والمنطقة ما فيها شيئ لزوء وقالوا يفتشوا عليه بش هو يأشر على تسميت بعض الولات وذكر حتى الأحزاب السياسية من من أصدقائي اللي تغشوا وعملوا لي ملاحظات في هذا قالوا نعم لو نسميوا المعتمدين والولات على أساس نتاج الانتخابية والنهضة عندها ثلاثين والنداء عنده أربع وعشرين وحتى المسار وقت اخذ بايو قالوا عنده ثمانية ولا غيره أنا شخصيا نعتبر هذا ما سيدي كوميد لتا يعني لاي الحكومة ليست الدولة ثم نشي خلطه بين الأمة مثال إحنا أمة عربية التامية مثال لكن الوطن تونس ثم وطن عربي لكن الوطن نخدم هي تونس الوطن ليس الأمة وكذلك الدولة ليست الحكومة الحكومة تتعاقب والدولة تبقى الدولة عندها أجهزتها أنا نرى وهو ما عليش عملوا المتساق قوية الإدارة وصلت الماما في تونس أنا نذكر إحنا الغار جايونا في الليسي قالوا لنا تحبوش تدخلوا وقتها بتدخل من الليسي تختارك تمشي مش كما توا معناها وما بعد عملوا كل كلاسيك الشوبرير معناها يكونوا كوادرمت على الدولة هي الفكرة بدأت في فرنسا بعد حرب العالمية الثانية دوغول اقتنع وأنه سبب بحلة فرنسا هي كوادرها السياسية والإدارية والجهوية المتواطئة مع الأحزاب قال ليه يا إخوية أنا نحب نعمل هيكل والهيكل هذه عملوا وردنانس وقتها وقال الهيكل هذا بشيكون كوادر الدولة بقطع النظر على شكل يحكم يعني الأمن يحكم بإيجا يمين يسار وسط عدمي واحد بهم مش فيك يقول كذلك فما أنا عندي حقيقة ندفع على الدولة اليوم بكل صراحة با ما نعرف شي أنا هو الجدل هذي فيما يتعلق بالتعيينات السوفين حتى لليوم خاصة للمعتمدين ظهري بيزل وتواصل عليش مثلاً اللي صار فيما يتعلق بالمعتمد متاع الشابة والجدل اللي صار عليه وبعد تعيينه وإقالته وشوفنا تصريح في إعلامي لشفطر حول التعيين متاعه وإنه ينتمي إلى حزب معين كيف كيف زادا قاعدين نشوفوا في بعض الصفحات اللي تنتمي لهذا الطرف أو ذاك يحكيوا على معتمدين ينتميوا إلى أحزاب معينة كيفاش يتم استسميتهم ولا كيفاش قاعدوا محافظين على المكان متاعهم حتى بعد 25 نجويليا دونك هذيك علش احنا طرحنا السؤال هذي لأنه ساير جدل سؤالي تطرحت وهو رئيس بعمدوش حزب لكن عنده وسخاص مقاربين منه ومن أقرب الناس مقاربين منه السيد هو طفيقش الفديل وزيل الداخلين ينتمي للطيارة بتاعه وكان أكثر من هذا كان رئيس حملته وفسوسة مثال دونك يحط هو جمعة أنا نقول مثال النهضة كانت تحكم مثال ولا نداك كان يحكم ما نحطه جمعات النهضة كانتش تحطي جمعات الجوبة شابية خاصة وقت شكرا بالعيد مثلا جمش تحط لك هذا لكن انا نقول ثم حد أدنى وأنك كوادر إدارة تكون بقطع نظرة على الانتماءات للأحزاب اليوم هل أنه هؤلاء ينتميوا إلى حزب معين اللي هو مش موجود أم إلى طيار خلي أتجاه الأقرب وأنهم يمشيوا أتجاه متاع الطيار غلي أسي اللي الواحدة تواعنا عملياً اللي يسميه في العلوم السياسية يسميه المجوريتي بريزيدانسيال الأغلبية الإئاسية اليوم تقاش حزب الإئاسي مثال لكن تقل تقى أحزاب اليمين والمياسة للوسط داخلين في الأغلبية الإئاسية كما في لبنان مثال لبنان عليش خسر الحزب الله الانتخابات كان عنده واحد وسبعين مقعد على ميور ثمانية وانشرين هو ودكتور نبيه بره يعني حركة أمل وكذلك الوطني الحر اللي هو فيه رئيس ميشيل عون وبعض المستقلين اليوم عندهم كانوا واحد وستين الأغلبية تبدلت دونك ثم أغلبية رئاسية كانت تحكم فيه ما كانش حزب الله عنده الأغلبية لكن في إيطار الأغلبية رئاسية حزب الله كان يكون تولي في الأمور بعتباره عنده سبعة وعشرين ولا سبعة وعشرين مقعد وعنده المونوبول على الشيء عن أنه انتخاب متاعهم وهم طائفي هو ودكتور نبيه بره كانوا عندهم الأغلبية ومتحرفين مع الأخرين اليوم سمى أغلبية رئاسية أنا نرى ما تغلطش يوالي تسمى نشكون بتاعك مستحيل سمى توجهات عمل الدولة الساعة مفروض هو في القانون حتى الولاد في القانون الألوان قنيك دي جوفرناد يقول لك عندك حق أن تنتميل حزب سياسي أما كيتولي ولي ما عادش عندك الحمل أما ولي وانتي في الخطوط الأولية وانتي في الخطوط الأولية أما هذا ما ينفيش مثال رئيس الملكاني لما ينتخبوه عنده فترة يسمى فيها خمسالاف شخص ينسوي لمس واحد يسابيهم كبير حد يتعدى بعد كونغرس يقولوا هدايا فيه قضايا كذا وهدايا كالعامة تشد على حكاية تحرش والاخر اسرق هو صغير والاخر ما خلص في الفيسكو أما يسمى يسمى التسمية نمشو فيها أنا نراوي أنو نخليوا الدولة فوق الأحزاب والدولة أقوى من الحكومات والمعيار يكون الكفاءة أكبر حتى عندك مدسة وطنيين إدارة وتخلص في كفاءات كبيرة عندك ناس متخلقين من مدسة الوطن هو هدايا عندك ناس مثالي يقولك كيف تكون مدير سبيتار وهو هدايا يخدم مرأة ورأس السلطة حتى أكثر منك تجيب شخص موالي لك إنو شخص موالي لك في أي تزليقة مجادة مجادة معني أخي تواحنا شنو وتواحنا شنو من الأول خلط للناس والتشكيت ومن بعد خلاج بطبيب ومن بعد جاب المشيشي هو العيس حكومة وتشك المقربين ليه ذيك اللي كانت العيسة الدوان وتغشوا يعني هاك أنت سميت جمعتك يعني المثلة يقولوا العباد يقولوا غالبهم هم مشا كفاءة أنت كانت تعتمد الكفاءة ثم ما يسمى حتى كان نختلف فبعاك كان عمل خدمة نتفقوا فيها معناها أساسيات بتاع الدولة نخذوا عليها عندي الحق بشي نتخب أنا كمواطن كي باحنا صحفي عندي حق نتطريب أنت مشيش نتخب نتخب وننتخبني نحب وعندي ذلك أفكار وندفع على أفكاري الأشكالية وأنا كيتحب أنا الآفة اللي نشوفيها في تونس الآن هي هؤلاء الذين ما يحبوا يحكيوا كلم مع الناس اللي يشبهوا لهم ويعيدوا كالناس اللي يشبهوا لهم الناس اللي يشبهوا لهم مش بالضرورة يراو هذاك الكفاءة خطر ساعات رسان ما يشبه هلك شيء طو مثال يحكي لي رجل العمال برا يقول يسمى ولي من الولاية عنده مشكلة هوا معه في الأخر وصلوا لرجل العمال وانو سيد الولي قال يا أخويا من أسباح لك بش تتبتع بالحاجة هذه لما تعملي مشروع في الولاية متاعي تمحني ابتزاز هذا اسم هاي شبانية هانتي أخي احنا جي هوية اخي طوى كان جيوا مثال نابل بنا نقولوا احنا تهولاية نابل ما عادش نعطيه البولكدان وما عادش نعطيه الزهر وما عادش نعطيه الخضرة نابل تعتك شبطاتش البيئة من الخضرة واتفيتونك يجي الساحل الساحل وقلت لا يا أخويا انا مشي شد زيتونك ورخولك لا لا الفوصفات متاعي ورخولك لا لا الخامة متاعي نابل احنا ليش وطنة كل شيء نتعنس كل لو بيانسور الأولوية وأنك في المناطق الانتاج تعمل مشاريع تحويلية تعمل قدرة تشغيلية متاع العباد اليوم مثال كنت اخو بارئزامل قبل تمشي انا مشي تعملت رابورتاج مدع في البرم قيت تونس كل قيت واحد بالنفذة قيت واحد بالعندرهم كوادر يزين الجنر طول كلهم من جهة بركة مش ماحقول لو ما يجيش وأنك انت ما تجي تسمي كذا جمعة الجهة يعني إنت ككادر من كوادر الدولة اللي إنت تخدم في الدولة مكش تخدم في الجهة ولاو إنت وليم أنت كادر من كوادر الدولة لتخدم في الجهة ولا تخدم في طرف معين تخدم في الدولة وفي مصلحة الدولة. سهل للناس كل. ما عندك شي. ما عندك شي بيش تقوله لا. انا تقوله ولا مننا نجيها ومبعد. اي انبعد يقولك يا سيدي يا يا درج العمال. هاي يخدر في ناس بشمال الغرب ويخدر في ناس مستحل ولا ما تجلو بشتردهم. ما عندهوش حق. اي تونسي عنده حق. عيسو ان يحب ويخدم وان يحب. وحرية بس انا مداب خطر رسم. نحبش. نمشي حوز احدى العدود. يجي واحد الكلام يقول ما ندولش بي. الا ما نذكر العسكرية ما دخ اه كان حاولي اشتاث الحدود. خلصة اني ولا من غير المعابر القالونية حسبني. عم في معادة هذا. وش تحكم فيا. نعملوش كي ما قبل كان البوليسية يوقفوا العباد. قلوا انت بنين. ولا انت جلوين. هزوا لتكية. عليها وليد عم. هكا ولا ممكن لعنا تكية حطوها فيها في العباد. هاي اللي يجي من بارها. هاي اللي يبعيد ومش في في ولاياته. يا اخي مش ما حكون هذيه. اليوم بكل صلاحة. مذبية انا. وانو كي تسمي يتيناش هكا. عليك احنا العالم العربي ما تلقاش مواصل للزكيب خاطر كل واحد يجي. وبالكل صلاحة يجي بجماعته. واللي يخدمك اليوم يجيبون لك غدوة ناس يخدموا ضدك. وعليك احنا العالم العربي ما تلقاش مواصل للزكيب خاطر كل واحد يجي. وبالكل صلاحة يجيبوا جماعته. واللي يجي بعده يقول لا ينظفوا جماعة الكل ويجيبوا جماعة الاخرين. وذيك هي الطامنة الكبلة. وانو تولي الدولة مخوصة لأهوال. مخوصة. وحتى المشاريع وحتى القرارات تتعطل. وحتى اللي يجي المنصب الجديد يقول لك كنا ما نتحمل لش مسؤولية قرارات خذيتي اللي خذيه اللي قبلي. فسخوا عاود من اول جديد. وتعطل مصالح المواطنين. هذي كعليش نقولون الخدمة تكون باسم الدولة. معناه حتى كيتبدل في المنصب في العام خمسة اربع اشخاص. راي المصالح تتكمل. والمشاريع تتكمل زادا كيف. والقرارات اللي تم اتخاذها في اطار معناها موصلة. اي حتى تولي ونفول لخد ثبان زمع بيت. قال لك الوليين يعملوا انتخاب. بيك تعملوا انتخاب. ويجيك ويقول لك يا سيدي بشو ردها. ماملك انا. شوش تعملوا. لا لا الولي يخذ علي قانون الدولة. تقطعاني فيه تولي. وعندو كذلك القانون اللي ينظم الولات. ويقولوا هاو انت صلاحياتك. وه هاو اذا كانت تتجاوز السلطة شكون يتظلموا ضدك. اما لغو كوريا اغشيك عرفتك. وإلا محكمة ايدانية. هذا هي اللي الناس بدت تخلط فيه. ودخلت الاحزاب. وفكت كل شيء. واللينا منظمات فيها احزاب. معتمديات فيها احزاب. وولايات فيها احزاب. بين شو اللي تحب تسمي وزيل متاعك وبتنغم معاك. اه نفهم. اما مش تولي تبشي الاجهزة. ومن بعد يقول لك ليه البلوك تون سمي فيها جماعتنا. ومن بعد اي اخويا لوناسي سمي فيها جما كل واحد يضرب على جماعته. ايه. طالك عنك الاحزاب احمد طيالة. يا حزاب لغربها تعكف. نمشوي الاخبار ولا تدوينة يا البارح نزلت تلقات ردود افعال متباينة. تدوينة للنائب عن حزب طيارة الديمقراطي بالبرلمين المنحل انور بالشهد. اللي اعنى للبارح في تدوينة ليه عن اسقاط حقه في القضية اللي تم رفحانها الثمانية ديسمبر فين واثين وعشرين على نواب من كتلة اتلاف الكرامة بالتهمة الاعتداء عليه بالتهمة العنف الشديد. وكانت تذكروا كل مشهد اللي صارت فيه دمومات وضرب في وسط مجلس النواب واللي وقتها عمل بوليميك كبيرة لدى الرأي العام ووقتها زادت ظهر اللي هو المشهد هذيك اللي وصل معناها الفيض الكاس ديجا. ووقتها شفنا الاعتداء ودمومات كما قلنا داخل مجلس النواب المرحل. اليوم في تدوينة ليه يقول انه اصبح هناك ريبة في حقيقة المحاكمات او للمحاكمة العادلة بين المتقاضين. وهذاك عليش اليوم خايف من غياب المصدقية يقول لدى قضاء ما بعد خمسة وعشرين جوليا وتوظيف سلطة الامر الواقع في القضايا سياسيا. هذيك عليش قام باسقاط القضية متاعه ولا اسقاط حقه في هذه القضية سوفيا. هو اي انسان عنده حق بش يسقط حقه. هو حتى في قضايا الخيانة الزوجية مثلا. المرأة ولا راجعك يسقط حقه وانتهي القاضي بعد النجم من الحد شيء. لكن المثال الحق هو مليم قوله سيد النايب لانه ولو متحاد فيه. خطره دير قال حاجة قليك في تدوينة متاعه. قالوا حق المعنى ويبشي قوتش. بني بش تعمل المصرحية على المسر بش يكتب قصيلة بش تعمل فيلم بش تعمل سينارو. فمتي شو مليم حق المعنى. هو شنو الحق المعنى والسعاد. بني عرفي حق المعنى ويمتعن سن فشخو. من عرفي. قال الحق الوديو الكذاي والقضايا والحق المعنى من عرفي. هو كلها صراحة تد ولينا متحاد فيه بأمبعدة. هو كه يتحالفه. والسياسيين عندهم كلمة فظفظة ما بين ظهور. يقول لك سروزن بسينة. الرغبية ووهما الوحيدين على الدينين اللي غيرونا موقفهم. قولها. قاعدة الامس اصدقاء اليوم. ديو تشوف سلطة الامر الواحد ولا سلطة الامر القائم بذاته. كل ما يقولها تقولها. هادنهزة يقولها دستوري. يقول لهم يقولها حتى نقبيين. تسولوا ثم كلام. معناها يدول بين بعض الناس. قول يا اخوي احنا ولينا متحالفين وعف الله عمسه. لفو يا اخوي ناشحب سيق وعليش انت كي سحبت. عليش تعمل فيها في تدوينك. خطر الصورة ذيك انا مرعبت كونجلس الامريكي وجابونا مؤرخ. السوق صورة. التصحفي. جابونا مؤرخ باش نزول الكونجلس الامريكي وشفت للوبي وشفت كده. دا الرجل المؤرخ متحم قال ينا نعرف تونس. يعرفني تونسي قناع في تونس قطر كيفاه قالي لدي يعاون تونس عم تارسين قطر تشق لي وقت فريلانات. قالي لغتفل أسطور السادس سنة تك. وقابس قال يبشينا قابس لنو وماتوا فيها بايد. كما تكفتوا على تونس عام ٦٩ و ١٣٣ جاتا. حاجة تغريباً. أنا أحكي لك في تونس ويد مليان زدهم على تونس العاصمة. أنا صغير شوفتوا بعيني في مشارف تونس من أهلوان. يعني قال مشيت لتونس كل شيء. هذي ولاني بلاسة أحدهم مع وجموعة من صحفي. وقال لهنا سما واحد نائب ضرب نائب ويأرخلها ويجيوا معناها هكذا صحفيين ولا كتاب ولا فاعلي المعايدين يوريوه. واحد نائب ضرب نائب ويأخل درش قاله ويأخل بتسيفه وجرحه وكل شيء معروفة. أحنا الحادث هذي من أسل السؤال المرعبة. هو نائب جميته وشلت الله. هو يطيح حق وهو حر. ويسقط دعواها هو حر. المكتع في ساعات يقول لكل تظهر خاسبيني ولم يرضى القاضي. أما كيجي بعد تركبها وتقول لي على خطرها. قول خطرها متحالفين مع بعض دمكها. ما فيها بيس. قولوا. ولانا احنا وضطيلا في الكاري. لانا التوافقات الآن. ثم عديد الحزاب الآن عندهم توفقات. ثم التوافقات صريحة حاش بيما بعضهم. عارسك الكوبلويت كلي يتلقاوا في الكار يغزل بعضهم هكا. وبعد يتولي يتقلوا وسبع ما في الحومة توا. ورد بالك فيه قمينة حد. وهو يغزل هكا. وبعد يتولي هو يكلم في عصفون ويقولوا يا كنال وغدوة وقته بيش بيش تجي فيمتني. وهي تقولوا آآ أخويا صغيرة ديما يلقد في القائلة. ماناها تولي مساجات أخرى. احنا هكاكة وليت. يقولوا انت على دينك وسمح. يتقول اليوم احنا متحالفين. التاياه لديموقعاتي ما عطينا في الكلام وحقنا بيش تتحالف. يعني لستو ثد. تتحالفوا وتكونوا عندك بجبها مبعضك. وتكونوا عندك بلنا. يا بريتو آآ الغنوشي تحالفوا مع التنجم. اللي كان يقول بيهم وعليهم من غيره. وجيب عنها نامين العام السابق من التنجم. ما حاطوا بقى كونسيي. وقالوا وعملوا تصويرا وعملوا كذا. على قل سيدك لاريه. معناها يقول لك يا أخويا هنا هنا آآ هكا. آآ آآ أما تتركبها وتعمل لها طاورة وكليسة. وبعد تقول الحافظة الحقوقي المعنوية. شوانا معناها أنا سيناريك تجي تقول لي سي سير جي يكتب لي سي لاريه. على تراف الكرامة ضربوني آآ كل عام. وبش نعمل حاجة هكا نحكي على كذا. لكن هاني أسقط الدعوة. الحق. آآ التدوينة يمكن كان زيدة. كان ينجم يسقط دعوة. ويقول لنا أسقط. هونتين. أما آآ التعليت اللي تعطت ما هيش هي آآ الحقيقية. آآ التعليت لأنه هما حزبهم كان مساند رئيس. وخرجوا وحكيوا في الجزيرة. وفي وسائل العلم. وقالوا لي عاملوا رئيس به. والرئيس اللي عاملوا معه بس الأعضاء لقضاء به. من بعد ناس كل ما اكتعرف احنا كي نمشيوا. معني هانا كي نعملوا عروسات. كنا نعملوا رجال نعملوا ربوخ. ولا نعملوا الزردة. كي نقعدوا في الزردة. يجيبوا الميكلة. كي يجيبوا الميكلة. احنا اسقلعية وقتها هاكي. الجريجم كانت ماضية. نحبوا رموغة. شنية رموغة. كل لحمة الموصلين اللي تبدأ في قاعد تنجلة. قلوا حط لي رموغة. حط لي رموغة. نشكلت حبوا رموغة. وكهوا نصدقون. قولي اخويا القضية قضية رموغة. وما تشاهد منيش رئيس. ولايش شي يقول لك. يقول لك إيلا. اللي جاءوا معي كل. هاني خليتهم يستنيروا بش نشوف. عملتهم امتحان. اللي هزو نحو هج. اللي يمشي هج لبلاسة اخرى. على قل تصفت الامور. الحق انا نرى هو منحقه. لكن اقولها وانتي على دينك. وهو قال ثم. واكسر من ذا. قال ثم اعتراف ضمني بالخطيئة. من طرف. اتحاد الكلام. حبي يقول هكي. كان كنتي تتحالف معهم اليوم. كانوا تدخلوا في مظاهرات ولا مسئلات مع بعضكم. وشوف لهم. وان فيهم قيادات الحزب بتاعه. مع جماعة من نحظة والبلح يتسابوا. كانوا تبدلنا موقفنا انتي ونظر للمستجدات. وغيره. اما كيتعب لها الطاولة وكليسة وتولي حقوق نظرية وحقوق معنوية. وحاجات كما هكا وغيره. انا اللي رأى وقتها ستون جيمناستيك تحب تعملها. اه عرفتها جيمناستيك يسميه بالفرنسوية اللي كنترسونيس. تعرف لك يتبشي للسلك. طم بعد شي السلك. ثم واحد يتلع يبدأ ماشي فوق حبل وشد عصاها هك. ساعات يجيب شتيح عليمين يبدل عصاها على اللي صار. يميل اللي صار يسابوا لكم تخصونيس. تخدم انتي في فوق تبشي عشريتها فوق السلك. زيد. قولها وانتي على دينك وكهوة. ووجه الحقيقة برمتها. به. مشوا الى ايضا تدوينها ولما طالب كنت مطلب تقدم به. اه رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطنة عصام الدردوري منذ مدة حول ضرورة التسريف التحقيق في اختفاء محاضر عدلية. اه تخص الشكاية تتقدم بها سابقا من المحكمة الابتدائية في تونس وتفاعلا مع المطلب هذي يقول مؤخرا تم لقاءه مع وزيرة الا عدل في الموضوع هذي وبلغتوا بعد الاجتماع بها انه التفاقدية العملي وزارة العدل اذنت بفتح بحث اداري في الغرض. وقال اليوم من حقه كمتقاضي للتوصل الى مآلات الشكاية امتاعه ودجاه امس كان اكد انه تم استدعاءه رسميا من التفاقدية العملي وزارة الا عدل فيما يتعلق بالمطلب بمتاعه هذيه وبالشكاية متاعه حول اختفاء محاضر عدلية وعصام كان من بين الاطراف اللي اه منذ سنوات خايض حرب كبيرة فيما يتعلق اليوم كسوة بما حدث في داخل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالقضايا الارهابية لشهدتها تونس فيما يتعلق ايضا اليوم بالاختفاء متاع اه وثائق ومحاضر داخل المحاكم التونسية حرب كبيرة اه ربما في فترة من الاوقات اه كأنه سلم شوية لكن توعى ودرجع مرة اخرى لانه ثم تغيرات وان شاء الله التغيرات اللي صارت هذيه اه في القضايا تونسي تنجم تجيب له اليوم الحق متاعه لانه نحكي وراه على الشيكيات اه اه خطيرة خطيرة جدا تقدم هو الحق شوف توسيل دالدولي كما سير رزقي كما سير راشدي نعرف هو مأمنيين وهذا مأمنيين وباشوا عمل الباحث لابتدائي دونك يمشي ويضمنوا المشكلة مش في مهمة المشكلة في سيدة وزيط العدل انا سيدة وزيط العدل في المواقف المتاحة التوى وليت الذكرني بشحان هار هزا ستقولوا بهمو خرج في الثقاك في السوق قلم بلا حرام بجيب تغنيوش بهمي لما تشوفوا لما نعمل كيب عمل بابا بلا حرامة لما تشوفوا اش نعملت لما وصلوا لي قال اخويا فك علينا منو هيدا واحد عبيسة وكل مالا هتلعب طلع اي تاش كيفاش رجعولو بهم وفك علينا منبليه متخارنينو اه قام الصباحش حايقة لبهم بتاعو مربوط بالحبل قدام الزريبة بتاع دارو هز بهم وامش هيس تكوزة وقعدوا عمل قيوة في السوق جيوه الجماعة اه ايش حاسب اه اي مبروك ايش كنت مستعمل قالوا كنت في شاشة اللي بهيب اخي يسرعش بتاع وزيد الهادي اللي برب يخوذها قديش من حاجة حالة فيها تحقيق طوي جي خمستاشر حاجة جيس طماء وكل هم ما نعرفوش مقالهم وينو مقالهم وينو يا اخي قل لي انا في زرف لاي تجاوش راي مو ضمنة راو كي بش تمشي للمحكمة راو بش تخو ورقة ومضبطة ومضمنة وفيها بيرو دودر تلاي منور التجير ما حاك تلاي محاكمة تنسية حتى التسعينات القرن الماضي كي كنت هزا له وثيقة ما يقول لك شي هات نسخة من طبق الأصل عندهم طابع يحطوا فيه نسخة وهذا كهذا هم هم ديجا فتح التحقيقات هذية سوفيين وإلا الاذن للنيابة العمومية بالتحرك راي تصير حتى الاخبار متاحة بالتشريبات راو يخرجوا الاخبار يسربوه لمؤسسة معاينة اعلامية معاينة معاينة تخرج نسمعوا به اسمع ما تلقاش حتى حاجة رسمية ولا ناتق رسمي يتكلم ولا حد شيء ولا اليوم احدث بكلتهم السيدة وزيت العدد نفهم يخي هالتشكيات وباي عيتته التفاقدية وقلت هوا اخذينا عن اعتبار كل شيء ايو من بعد يخي لو ثم ما حاضل تهذت بالمحاكم هلو تسول انتي املي ووسط الارهابيين يتبع في الهابيين ويشد الهابي في الجبل يلقى عنده المحذر اللي هو عام له مع الهابي اخر نعم هلو شيء خطير يا عبادي وين وصلت الامور دونك السيدة وزيلة العدل من كلها ما تزحكيش على ذقونها ما احترابنا ليك انتي قاضية وتعرف الاجراءات معلق الكي التوعد عطينا يا يا اخيه عملو فيها قانون اقول كل الانسان يفتح بحث لا اخي blue يدني هيا شو خضايا تقعد وبحث يقعد معليها بالسنوات سنوات ويقولك معينها طوا تحب تقبل قضية عملي لها لجنة مالشتهمينها اجنة وغيروا بكل صراحة عصام الدردول ولا سي أرزقي ولا سي أراشلي ولا سي معناها بتاع منظمة الأمن والمواطنة يعني سمى عديد الناس قدموا دوسيات وقدموا كذا ومشاوا وشهدوا في مؤسسة ميمي ومؤسسة أخرى وجبدوا وثائق ومضامنة ومليون دولر وكتابات يخيقى عندك مليون محكمة ملكة جيت في مصر إلا أنت وين قهرة وحدها فيها عشرين مليون ساكن قد تونس مرة ونص الجمهورية بكلها اشتعمل أنت معناها أحلى في بلاد صغيرة وشوف معناها أنا نراه وأنه الحق ثمى التواطئ باش ما نمسوش هذا ما نمسوش هذا كويلو ونطلبوا أنه الأنجاز هو في العدل ثم كلمة نقوله نحب عدالة ناجزة ما معناها نازلة؟ معناها فرسوية يقولوا يعني ينجزوا أنسايا ينجزوا حروا ما وعد وعد عديد الملات إن شاء الله الملات هذي عسام الدردوري اللي تقدم بتشكيات ومدام تقبلتوا التفاقدية شوف لحنا التفاقدية تدخل كان حاسما في دوسيات متعمس على القضاء وفي قضية معناها العكلمي ولا قضية راشدي طيب راشد وشوف لها كذلك في قضية دراغ وتبديل معناها السوائل وغيره اللي وقال في آليانة وغيره مرتبطة بالفنان والشيبة وغيره دونك اليوم ماذا بنا يكون ناجز إكزيكوتوار ويخو العدالة مجرحة يزينا فدينا وأنه خاتر العباد إذا كان شوفت شوفت راجل اللي توفى والله شوفت البالح سورة اللي حكينا إحنا عليه السورة مرته وراته مع بنته يعني تساع غيربعه قبل ما يتم اغتياله معناها سايق اللواج معناها جان لابس حتى بنته صغيرة عمرها عاموا نص يوكل فيها في الخبز وغيره رأوا الناس كتولي تقتصوا بعضها خلتنا معاد شثة عندها ثيقة في القضاء جسر قبل كلوا يشكيوا حتى للعيان يشكيوا للمحرك يشكيوا أنا كن صغير تنسو الناس كلتا بعضها بوليسكي وقفك يقول كنتي واجكو قلوا يعرفوا يعرفوا بالحوم كانت صغيرة ويعرفوا الناس كل وطوى وطلقاه بوليسي يجي للدار في القايلة ويخرج بوك ويكلم وقوله واسمع كذا وطلقاه بوك يقوله ويوبش ويزدوا بلوضنيه وربتوا وعملوا كذا معانيا هاوكا يقولوا خاتر أنا ما حبيتش نشدوا ولا حاجة كيهاكا وما احنا كنا شنو نعملوا ترتينات نطلعوا بيها في القصبة ونحبتوا بيها حاتر باب جديد والبوليسية تشري ورانا واحنا نزكزقوا بين الكراهب يقول لك يا سيبو حامد كوميثار حامد سعبير الويثار باني نعرف ببايك والله إلا ما تشوف انتي تقعد وهو يتقف الكراهبة يجي يقولوا شو والد كراهب خفت في العبابس وصوف جينو ولو عاملت روتينات ويجيك بوقل كمان شي شباب قلوا عسلمة يقول لك عسلمة هاي برا سجم روحك ها في باني بيك عاملت روتينات وهابت من قصبة وتزجدك بين الكراهب والتموبيلات وكل شي وتعرف في روحك الخطر وتعمل في كده شفت بس يوريك الدنيا كيف يشتوى احنا نقوله ومعادش كي مقبل مدام سمى قضاءة وسمى هيئات بتاع دولة إذا كالناس ويتمشي لهير تولي تمشي تقتصو بيديها وشفت ولو انا محبيتش نشوف استنطاق متاع تفل صغير يحكي أما تفل المسكين مكهور في بايخي في بايخوا بش يقتل مسامة شنية تعقتل أما هو كمان بحام ساكينة فوقه أما تفل يبكي معناها يشوف حياته مسكين حيات عيلته راجل خسر عمره وهذوك يخص له وعليش هلخات المعادش الناس قابلوا حاج يقوله نمشيش كي بيك للبوسط ولا نمشي نشوف بيك المالجاعي شكرا ليسوفيين موزيكا نرشوها